مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم أكد الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزرات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأشار مدبودي لأن الدولة تتول اهتماما كبيرا بهذا المشروع خلال هذه المرحلة من أجل النهوض بالخصائص السكانية وتحقيق التمكين الاقتصادية للمرأة المصرية ورفع الوعي الثقافي لديها بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكانية استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نظره الكندية لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتوطين صناعة عربات السكاك الحديدية والأوتوبيسات الكهربائية في مصر أكد وزير النقل أن اللقاء تناول التعاون في إقامة مصنع بمصر لتوطين صناعات عربات السكاك الحديدية والمترو وكذلك إنشاء مصنع لتصنيع الاوتوبيسات الكهربائية بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال وإدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات قال اللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع نجحت بالتنصيق مع فروعها بالمحافظات بحل 253 شكوى من إجمالي 278 شكوى في القرى المنفذ بها حياة كريمة وجار حل شكاوى المتبقية بالتنصيق مع كافة الجهات المعنية وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية توحيد وتكامل جهود القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في جميع المحافظات أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مجموعة البنك الدولي وافقت على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المرحلة الجديدة من التعاون مع البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشرية الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال نوفمبر الماضي بإجمالية حمولات بلغت 5.3 مليون طن كطاقة محققة وذكر البيان أن الموانئ استقبلت 334 ألف حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر مشيرا إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 42 سفينة حاويات بطاقات محققة بنحو 327 ألف طن وأكثر من 36 ألف حاوية مكافئة يواجه فريق للتحاد السكندرية نظيره سيراميكا كيليو باترا في الخامسة مساء على استادر اسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويلتقي فريق الداخلية نظيره بيرامتز في أسابعة مساء على استادر سويس الجديد ضمن منافسات الجولة ذاتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة